ما هو قانون التصالح أصلا بقى كله؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا قانون التصالح حينما شرع شرع فقط لتقنين أوضاع المخالفين في زل القانون البناء الموحد اللي هو القانون 119 لسنة 2008 هذا القانون لما شرع شرع فقط لتقنين أوضاع المخالفين وعلشان كل واحد كان في زل القانون 119 لسنة 2008 عنده غرامة أو عنده مخلفة أو عنده وضع في العقار بتاعه ومش مقنن القانون ده تشرع له علشان يقنن وضعه ويكون وضعه سليم حتى يستفيد بمميزات ما كانش يقدر يستفيد بيها من انه يحصل على قرد من انه دخل مرافق للعقار بتاعه فلما شرع هذا القانون شرع هذا القانون وفي لحظة تنفيذية تم وضع مهلة هذه المهلة كانت مدة ست شهور المدة ست شهور ديت كان على الناس المخالفين لتقنين اوضاحهم التقدم بطلب للتصالحات حتى يتم تقنين اوضاحهم في العقار المخالف تمين لما تلع القانون كان حواليه لقت كتير جدا وكانت الناس فهمة ان القانون ده قانون بيطبق بأثر راجعي وان القانون ده قانون غير دو السوري ولكن هو كان فيه لبس كتير عند ناس كتير قوي وهو ان القانون ده قانون شرع فقط لتقنين اوضاع المخالفين فقط لا غير وان القانون الاصل المعمول به هو القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وان ما هو قانون التصالح الا فقط لتقنين الاوضاع علشان بس ما يبقاش فيه لابس عند الناس وما يبقاش الناس فهم ان القانون ده قانون مخالف للدستور وان القانون ده بيطبق بأثر راجعي وان القانون ده فيه مخالفات كتيرة قوي لا ده حاجة اتعملت علشان لو انت راجل مخالف من فضلك عندك مهلة قانونية 6 شهور حتى 39 9 2020 من حقك انك انت تتقدم بطلب للوحدة المحلية بتاعتك بطلب للتصالح علشان تقنن وضع العقار بتاعك وطرق على هذا القانون تعديل التعديل ده يعني فيه ابرز تعديلات وفيه ان كان الاول بيقول ان ممكن مهندس استشاري يكون في عضو اللجنة خبرة 15 سنة تم التعديل وقال لك لا خلاص احنا يكفي ان يكون خبرة 5 سنين برضو كان فيه تعديل تاني بان كانت الغرامات اللي كانت الناس دفعاها قبل كده او كان واحد عليه غرامات دفعها في المحكمة قبل كده لما كان بيتقدم بطلب التصالح ودفع الجدية فقال لك ده ملوش علاقة لما حصل التعديل قال لك لا كل ما هو تم تحصيله من غرامات حيتم استقطاعه من مبلغ بعد تقنين وضعك وان بعد ما اللجنة تكرر المبلغ اللي انت المفروض تدفعه حيتم خصمه من المبلغ اللي حضرتك كنت دفعه قبل كده كغرام على العقار في زل القانون 119 بالضبط كده اللي سنة 2008 ترجمة نانسي قنقر